6500 حالة جديدة لسرطان القولون تسجل سنوياً بالجزائر وأكثر من 70% منها تصل في مراحل متأخرة السبب النمط الغذائي غير الصحي مجسم ثلاثي الأبعاد لقولون سيجول مختلف ولايات الوطن في حملة تحسيسية بشرتها جمعية الأمل ووزارة الصحة الهدف تحسيس المواطنين بضرورة التشخيص المبكر أهمية أبواب المفتوحة تحت الحملة التوعوية والتحسيسية بيراناً ديروها لعامة الناس باش الناس لازم تحاضر روحها ابتداء من سن الخمسين لازم تعمل أمور اللازمة، الوقاية اللازمة باش حتى كل ما نكتشفه سرطان القولون يكون في هذه المرحلة مرحلة تكون هذه الزائدة اللحية راح يغير غير في البداية راح يتم الاستئصال تحاف ماشي من فاب الجراحة استئصال تحاف راح يتنحى باللوندوسكوب في حال تطور الزائدة اللحمية داخل القولون تتحول بعد سنوات إلى سرطان تتعدد أعراضه إتباع نظام غذائي صحي ممارسة الرياضة والفحص الدوري هو ما ينصح به الأطباء لتفادي الإصابة بسرطان القولون الذي يتصدر قائمة السرطانة بالجزائر